اشتركوا في القناة من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرج ووضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الرقراكي يفاجئ الشهد الرياض بهذه الخطوة بعد تألقه الكبير امام ريال مادريد حصد المدافع المغربي شهد الرياض اعجاب الجماهير والمحللين بادائه المميز في مباراة فارقه ريال بيتيس امام ريال مادريد في الدورة الاسبانية وقد شغل رياض مركز مدافع وسط بالجانب الارجنتيني بيزيلا وتألق بشكل لافت حيث لمس الكرة خمسين مرة وبلغت طيقة تمراراته السبعة والثمانين بالمئة كما ربح جميع النزالات التنائية سواء ارضية او هوائية التي شارك فيها ونلت قيما جيدا بلغ 7.2 من منصة فاسكور الاعجاب باداء شهد الرياض جاء من الجماهير والمشجعين المغرب ايضا مما ياكس تأثيره الايجابي في الفريق والتقدير الواسع لمستوه المتميز وبهذا الاداء الكبير الذي قدمه شهد الرياض ضد عملاق الكرة الاوروبية ريال مادريد من المتوقع منادات الناخب الوطني وليد ريال بيتيس الى قائمة اللاعبين المنادى عليهم الى كأس امم افريقيا في الكوديفور مطلع العام المقبل خبر عاجل قلت السراي يعلنها بقرار كبير بحق حكيم زياش يستهدف فريق قلت السراي التركي تفعيل خيار شراء حقد الدولي المغربي حكيم زياش من شيلس الانجليزية بعدما اقتنع بمهارة التقنية والبدنية واكدت صحيفة ميليت التركي ان قلت السراي يضع خططا مختلفة لبقاء الزياش الذي يلعب معه على سبيل الاعارة مع خيار الشراء المجاني من النادي الانجليزية واضف المستر ذاته ان قلت السراي يهدف الى تفعيل خيار شراء زياش ومن ثم بيع اللاعب مقابل مبلغ كبير خصوصا بعد ادائه لعب المميز ديدا منشستر يونيتد الانجليزي في دور ابطال اوروبا وكذا في الدورة التركية واضحة الصحيفة المذكور ان وكيل اعمال اللاعب المغربي يجري محادثات مع الاندية السعودية بعد تلقيه عدة عروض مغرية من فرق كبيرة في المسابقة التي تشهد حاليا حضور كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة الاتحاد المغربي يقود طورة الاستقطاع بمواهب شابة من اوروبا يقود مسؤول الاتحاد المغربي لكرة القدم طورة على مستوى استقطاع باللاعبين صغر السين المنحدرين من اصول المغربية والذين ترعروا في اوروبا بفضل العمل الذي يقوم به كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالبحث عن المواهب بالقارة العجوز ببلدان اسبانيا ايطاليا هولندا بلجيكا والمانيا حيث يتواصلون مع اللاعبين واسرهم بهدف اقناعهم لللاعب مع مختلف فئات المنتخبات المغربية وفي الوقت الذي برمج الاتحاد المغربي لكرة القدم معسكرا تدريبيا لمنتخب المغرب تحت الخمسة عشر عاما بقيادة المدير الفني المغربي اشرف حنزاز في الفترة ما بين الحادي عشر والثامين عشر من دجامبير الجاري داخل مركز محمد السادس لكرة القدم سيواجه المنتخب المغربي وديا نظيريه منتخب الصاحل العاج وجنب افريقيا في الرابع عشر والسابع عشر من الشهر الجاري بحضور خمس وعشرين لاعبا من اللاعبين الذين تلقوا تكوينهم بالمغرب واخرين وافدين من اوروبا وذكر موقع العرب الجديد نوحظ على معلومات من مسؤول عن خلية كشافة الاتحاد المغربي باوروبا اكد من خلالها بانه جرى الاستيعان بخمسة عشر لاعبا نشئا ترعرعوا باوروبا من اجل متابعة مرضدهم الفني والبدني عن قرب والحكم على مستبعهم الحالي في انتظار ضم عناصر الجديدة في الفترة المقبلة حيث سيتم الانفتاح ايضا على بعض اللاعبين المغرب الممارسين بالديار الامريكية والكندية وبعض الدول الاسكندنافية ويريد مسؤول الاتحاد المغربي لكرة القدم وضع قائمة اولية تضم اكتر من مئة موهبة مغربية باوروبا في افق دعوتها لصفوف المنتخب المغربي للناشئين من اجل ضم اجود العناصر بالتشاور مع المدير الرياضي للاتحاد المغربي لكرة القدم البلجي كريز فان بويفلد الذي بات يولي عناية كبيرة لضم اللاعبين صغر السن من اوروبا من اجل الاعتماد عليهم في فئات المنتخبات المغربية وفي سياق متصل يحرص رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجعة على رصد وضعية العديد من المواهب المغربية الصغيرة السن الممارسة باوروبا فرغم الانشغالات المهنية الكثيرة لرئيس الجامعة المغربية الا انه يتابع اخبار عدة لاعبين ويحرص على انهاء ملفاتهم بسرعة لللاعب مع منتخب بلدهم الاصلي وبخاصة اولئك الذين يملكون مؤهلات فنية وبدنية في المستوى وفيما يلي قائمة 15 لاعب من اوروبا سيحضرون رفقة المنتخب المغربي للناشئين في المعسكري التدريبي ادم تانوت لاعب الميرسيتي الهولندية نبيل كاواش لاعب جيرون الاسبانية اسماعيل زياني لوبير لاعب برشالون الاسبانية نادر الوزاني من انتراخت فرانكفورت الالمانية محمد تاتوح من ايكس مستردام الهولندية زياد فلالي كارلوس من براغة البرتغالية ابراهيم الرباج من تشيلس الانجليزية ادم الكميرا من بولي الالمانية يوسف الخناشي من اسبانيول الاسبانية مروان بن طالب من سبارتا راتردام الهولندية محمد الماحي من اسبانيول الاسبانية ابراهيم الفايق من فين ارد الهولندية نوح تيجاني من دارمتشات الالمانية عمرا طالعي من ايكس مستردام الهولندية وادام الطالحي من اوتريخت الهولندية جمهور مونشستر يشيد بأمر رابط ويعتبره نقطة الضوء الوحيد في خسارة اليونيتد أمام بورموت خسر فريق مونشستر يونيتد بنتيجة 3 للسفر أمام بورموت على ملعب الأولترافورد ضمن منافسات الدولة الأنجليزة الممتاز في مباراتين ربما كان الدولي المغربي صفين مرابط هو النقطة الإيجابية الوحيدة خلالها واعتبر أنصار فريق اليونيتد اللاعب المغربي أحد أفضل لاعب اليونيتد خلال المبارات إذ شارك في الوسط ضمنة التي ضم إلى جانبها القائد برونو فرنانديش واسكوت مكتومونهي وكشفت الإحصائية أن اللاعب أمام رابط قام بتمرير عشر كرة طويلة جاءت جميعها سليمة بنسبة 100% كما أكمل المغربي 100% من المحاولات المراوغة التي نفدها وأظهر النجم المغربي قواته وصلبت حيث فز بنسبة 50% من التدخلات التي قام بهذا الضلاعب بولموت ليس هذا فقط بل أيضا قام بنسبة تمريرات دقيقة مدهلة بنسبة 92% من أصل 68% تمريرات وحل اللاعب مرابط ثالثا كأكثر لعب اليونيتد والمبارات استحواذا على الكرة بعد برونو ولوكشو كما أنه كان ثاني أكثر لعبا تمرير للكرة بشكل صحيح بين لعب اليونيتد والمبارات عقوبا ديوغو دالوت وكان نجم المنتخب الوطني الثالث أكثر لعب اليونيتد والمبارات فيما يخص المراوغات النجحة ولم يتفوق عليه سوى أليخاندرو جراناتشو بأربعة وأنتوني بثلاثة وعلى صعيد تدخولة الصحيح اعتلأ مرابط الصدار مشاركة مع سيرجي ريكلون وريان كريستي لعب بورنموت كنت شكرا what's up